السلام عليكم إيه الفرق بين الشخص الطموح والشخص العادي؟ وإيه مشكلة إنك تقبل وترضى إنك تكون شخص عادي بلا طموح كبير؟ وهل فكرة الطموح الكبير بتتعارض مع كون أهدافنا المفروض تكون واقعية وقابلة للتحقق؟ بإذن الله نجيب على كل هذه الأسئلة وأكتر في حلقة اليوم طبعا لا يخفى عليكم حالة العجز اللي بتعيشها الشعوب الإسلامية حاليا وعشان كده اخترت إني أعمل حلقة نتكلم فيها عن الطموح حلقة اليوم في الأساس كنت ناوي تكون ملخص لأحد الكتب الشهيرة اللي بتتكلم عن الطموح من أشهر هذه الكتب كتاب The Magic of Thinking Big سحر التفكير الطموح لكن مشكلتي مع الكتاب ده إنه مركز جدا على فكرة الثقة بالنفس والتفكير الإيجابي وتجنب أي أفكار سلبية بشكل مبالغ فيه ومخالف لطبيعة النفس البشرية وكمان الكتاب مركز أكتر على الطموح المهني لأصحاب الوظائف أو أصحاب الشركات لكن مع ذلك يظل الكتاب فيه بعض الأفكار الجيدة كتاب آخر مشهور هو كتاب The 10X Rule قاعدة العشر أضعاف وبالرغم من أن مؤلف الكتاب ده سرق كل أفكاره تقريبا من شخص آخر كان عامل معه انترفيوه حول هذه الأفكار يعني لكن على أي حال أنا شايف إنه كتاب ضعيف ولا أتفق مع فكرته الأساسية المؤلف بيقولك لو عاوز عشر أضعاف النتائج يبقى لازم تقوم بعشر أضعاف الجهد وكأن ده شيء ممكن في كل مجال أو عمل هو مركز على مجاله مجال السيلز والبيع والكتاب ملئين كلام بيعين فعلا قد تكون بعض أفكار الكتاب صحيحة لكن الكتاب ككل من وجهة نظري لا يستحق القراءة رغم شهرته في كتاب ثالث وإن كان أقل شهرة الكتاب اسمه 10X is easier than 2X يعني تحقيق عشر أضعاف أسهل من تحقيق ضعفين مؤلف الكتاب ده هو بنجامين هاردي ومعاه مؤلف آخر مشكلتي مع كتاب بنجامين هاردي عموما هي أن كتبه بتكون أقرب لتجميع بعض الأفكار من كتب أخرى مشهورة بدون ما يضيف للكتاب شيء مميز من عنده وإن كانت في النهاية هي كتب جيدة ومفيدة وبالنسبة لكتابه عن الطموح فأهم أفكاره تعتبر مأخوذة من كتاب الشيء الواحد أو الوحيد اللي اللخصناه هنا على القناة من فترة طويلة لذلك بالرغم أننا هنستفيد من بعض أفكار هذه الكتب الثلاثة في حلقة اليوم إلى أني لا أعتبر حلقة اليوم ملخص لأيا من هذه الكتب تقدر تقول أني أخدت من هذه الكتب ما يناسبنا من أفكار وضفت عليها أفكار أخرى حول نفس الموضوع وأعدت تنظيم الأفكار دي بشكل مختلف عما هو موجود في هذه الكتب عموما تقدر بعد ما تشاهد هذه الحلقة تبحث عن ملخصات هذه الكتب على يوتيوب وتشوف إذا كانت هذه الملخصات أكثر إفادة لك من الفيديو وتحكم بنفسك قبل ما نبدأ في عرض محتوى حلقة اليوم بفكركم أنكم تقدروا تحصلوا على نسخة مسموعة ومقروعة من المحتوى من خلال تطبيق القناة التطبيق متاح مجانا لأندرويد وآي او اس وبيقدم تجربة الطلاع مريحة بدون مشاتتات اليوتيوب رابط التطبيق في وصف الفيديو أو تقدروا تبحثه بعبارة عالي وكتاب في سوق التطبيقات على هواتفكم أول فكرة معنا بعنوان مشكلة أن تكون بلا طموح لما زادت نبرة مطالبة الناس بأنهم يكونوا أصحاب إنجازات عظيمة ويغيروا العالم في محاضرات التنمية البشرية والموتيفيشنال سبيكرز ومع صعود السوشيال ميديا ومشاركة الناس لقصص النجاح الحقيقية أو المفبركة والمبالغ فيها بشدة كل ده تسبب في شعور كثير من الناس بالتأخر في حياتهم وأصبحوا مضغطين نفسيا وغير راضيين عن حياتهم لذلك ظهر طيار مضاد بيقولك وإيه المشكلة إنك تكون شخص عادي مش لازم تحقق إنجازات عظيمة مش مطلوب منك تغير العالم ارضى بحياتك العادية البسيطة وما تضغطش نفسك بطموحات عالية انت غير قادر على تحقيقها مشكلة الكلام ده هو إنه حاول يصلح مشكلة بمشكلة أخرى لا تقل ضررا مش معنى إن فكرة معينة خاطئة إن عكسها هيكون صحيح يعني مثلا لو إحنا عارفين إن كثرة الأكل مضرة بالصحة فده مش معنى إن الامتناع عن الأكل تماما هو الحل أصل المشكلة هو في إشعار الناس بالتقصير والنقص إن لم يحققوا إنجازات عظيمة وبالتالي الحل يكون في القضاء على مسببات هذه المشاعر وليس في منع الناس من محاولة تحقيق إنجازات عظيمة من الأساس بدعوتهم إن هم يكونوا أشخاص عاديين بلا طموح الإسلام بيطالب كل المسلمين بعلو الهمة بالرغم إن الواقع بيقول إن أصحاب الهمة العالية قليلين كمان الرسول عليه الصلاة والسلام بينصحنا إننا لما ندعي ربنا بدخول الجنة إننا نطلب الفردوس الأعلى حتى وإن كان معظمنا هيرضى بأقل مستويات الجنة أو حتى مجرد النجاة من العذاب روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا تصغرن همتكم فإني لا أرى أقعد عن المكرمات من صغر الهمم يعني أكثر ما يمنع الناس من تحقيق المكرمات اللي هي الأمور عظيمة القدر هو صغر الهمم يعني ضعف الطموح والرغبة في تحقيق هذه الأمور العظيمة مشكلة تقبل إنك تكون إنسان عادي بلا طموح هي إن ضرارها عليك ممكن يكون أكبر من نفعها بمراحل فمثلا لو عندك طالب بيسعى إنه يكون الأول على دفعته في الكلية وطالب آخر مش عاوز غير إنه ينجح فقط ولو بنسبة 50% إيه اللي هيحصل مع الطلبين دول الطالب اللي عاوز يطلع الأول هيبذل جهد كبير في المذاكرة عشان يحقق هدفه وحتى لو مطلعش الأول فهو غالبا هيكون من الأوائل هيكون من المتفوقين عموما حتى لو ما كانش أولهم بينما الطالب اللي بيسعى للنجاح فقط اللي بيستهدي في 50% من الدرجات هيحس إنه مش محتاج يتعب نفسه في المذاكرة وهنا هو في الواقع بيخاطر إنه يرصب في الامتحان في حال قبولك إنك تكون شخص عادي أنت بتخاطر إنك تكون أقل من العادي لأن الإنسان عادة بيبذل أقل من الجهد المطلوب لتحقيق هدفه أهدفنا عادة بتحتاج وقته جهد أكبر من المتوقع والأفضل إنك تحقق 70% من هدف كبير عن إنك تحقق 90% من هدف صغير بعض الناس ممكن يقول بس أنا مش حاسس نفسي إن شخص ممكن يحقق إنجازات عظيمة رضي على هذا الشخص هو إنك لا تعرف حدود إمكانياتك أولا ولا قدر التوفيق الإلهي اللي ممكن تلقاه ثانيا من الخطأ إنك تقيس طموحك الكبير على إمكانياتك وقدراتك الحالية ولما يتضح إنها غير كافية في وضعها الحالي لتحقيق هذا الطموح الكبير تحبط وتتوقف عن السعي خلي بالك إحنا لما بنقرأ قصص ناس حققت أشياء عظيمة بنتخيل إن الناس دي كان عندها قدرات عظيمة وإنهم كانوا حاسبين كل خطوة من البداية وعندهم ثقة شديدة في نجاحهم لكن ده غير صحيح ويلد ويرانت مؤلف سلسلة قصة الحضارة بيقول إن معظم أبطال التاريخ كانوا أشخاص عاديين بقدرات عادية لكنهم وجدوا في ظروف استثنائية طبعا للأسف بعد قصص النجاح والسير الزاتية أصحابها بيختاروا إنهم يعيدوا كتابة قصتهم الحقيقية بشكل يدعي إنهم كانوا وثقين ومتأكدين من النجاح من البداية ويحزفه كل لحظات الضعف والشك والتوفيق الإلهي من قصتهم يعني بعمله زي قارون كده لما قال إنما أتيته على علم عندي وطبعا كراءتك لهذه القصص المفبركة أو المعدلة بيخليك تظن إنك لا تشبه هؤلاء الأشخاص من حس مقدار الثقة والإرادة والمهارة وبالتالي تحبط وتقول لنفسك يا عم خليك شخص عادي ويصيب الطموح ده لحد غيرك معظم الناس إنجازاتهم في الحياة أقل من قدراتهم الحقيقية لأن معظم الناس بيسوف ويتكاثل عن كثير من الأمور اللي هي في حدود قدراته فعلا واللي لو كان عملها كان بالتأكيد هيحقق قدر أكبر من الإنجاز في حياته حد تاني هنا ممكن يطلع ويقول طيب لو كل الناس سمعت كلامك وكلهم بقى عندهم طموح كبير معظمهم مش هيقدر يحقق طموحه الكبير ده وهيصاب بالإحباط والشعور بإنه فاشل رضي على هذا الكلام هو إننا أولا محتاجين نفهم إنه هناك فرق بين إني أطلبك بتحقيق نتائج عظيمة وإلا هتبرك فاشل وضيعت حياتك على الفاضي وبين إني أدعوك بإنك تحاول وتطمح لتحقيق إنجازات عظيمة لكن مع الرضا بالنتائج أيا كانت وبإنك محاسب على السعي وليس النتائج اللي أنا بحاول أعمله هنا إن أنا أدعوك للمحاولة والسعي لتحقيق طموح كبير مع الرضا بالنتائج أيا كانت ده أولا وثانيا من الأفضل إنك تحاول وتحقق درجة من النجاح حتى لو لم تكن على قدر التطلعات عن إنك ما تحاولش أصلا وبالتالي لا تحقق أي نجاح يذكر خوفا من الفشل والإحباط فلو رجعنا تاني لنصيحة خليك شخص عادي مش لازم تكون طموح أو تغير العالم أنا متأكد إن النية وراء هذه النصيحة هي نية طيبة هدفها رفع الضغط النفسي والشعور بالنقص عند كثير من الناس لكنها لم تكن موفقة في إنها تخاطب عموم الناس بقبول حياة عادية هي أقل من إمكانيات الكثير منهم لأن الفكرة دي لو انتشرت بين عموم الناس هينتج عنها أمة ضعيفة جدا لو نظرت الكيان زي أمريكا مصدر مهم جدا من مصادر قوة هذا الكيان هو طموح أفراده اللي منهم أسسوا شركات قوية بتتحكم في اقتصاد العالم قوة الاقتصاد الأمريكي بتمكنهم من تمويل طموحهم العسكري اللي بيتعجرفوا بيه علينا وعلى باقي دول العالم صعب تخيل وجود أمة قوية بلا قادة ومبدعين أصحاب طموح صعب تخيل أمة قوية أفرادها كل أملهم يعيشوا حياة عادية لأنهم تركوا تحقيق الإنجازات العظيمة خوفا من الإحباط والشعور بالفشل وغريب جدا أن تكون هذه الدعوة في أمة تؤمن أن الله يجازيها على السعي وليس على النتائج طيب جميل ممكن هنا حد يقول أنه اقتنع بأهمية أنه يكون له طموح لكنه غير قادر على تحديد هذا الطموح فماذا يفعل؟ رد على السؤال ده في نقطتين النقطة الأولى هي أنه لا يشترط أنك تكون محدد هدف معين الآن عشان تكون طموح لأنه هناك شكل آخر من أشكال الطموح هو أنك تكون بتسعى لتطوير نفسك باستمرار ولا تقف عند حد معين يعني تكون بتتحرك للأمام دوما وفي لحظة ما هيظهر طموحك الكبير لا تقلق المهم أنك ما تكونش واقف مكانك يروع عن عمر بن عبد العزيز أنه قال إن لي نفسا تواقة وما حققت شيئا إلا طاقة لما هو أعلى منه النقطة الثانية هي أني أنصحك بمشاهدة فيديو معرفة هدفك في الحياة اللي بيوضح لك الخطوات اللي محتاج تصير عليها عشان تقدر تحدد طموحك وهدفك في الحياة وأخيرا تذكر إنه هناك قدر من الرزق مرتبط بالسعي وعدم بذل كامل جهدك لتحقيق أقصى ما تستطيع تحقيقه هو ظلم لنفسك أولا والأهلك ثانيا والأمتك ثالثا فوحد الله وخليك طموح الفكرة الثانية بعنوان واقعية المتفائل أم واقعية المتخاذر لعل أكثر انتقاد ممكن يوجه للشخص الطموح هو إنه شخص غير واقعي فهل الإنسان الطموح شخص واقعي أم هو مجرد شخص حالم؟ للإجابة على السؤال ده محتاجين نفرق بين شكلين من أشكال الواقعية واقعية المتفائل وواقعية المتخاذل خلينا نوضح بمثال في فرق بين إنك تقول يا جماعة خلينا واقعيين عدونا قوي جدا ومدعوم من كل القوى الغربية مفيش سبيل إننا نقدر نهزمه فخلينا نرضى بالأمر الواقع ونتنازل عن جزء كبير من حقنا ونقبل بأقل الخسائر وبين إنك تقول يا جماعة خلينا واقعيين عدونا قوي من حيث التجهيز ومدعوم من القوى الغربية فخلينا نخطط لمحاربته بطريقة غير تقليدية نقلل فيها من نقاط قوته ونعظم فيها من نقاط ضعفه واقعية المتفائل هي واقعية بتجعلك تبحث عن حلول لتحقيق طموحك بينما واقعية المتخاذل هي عادة إدعاء بالواقعية هدفه إن يصبتك ويخليك ترضى باللافعل أو الفعل السهل اللي عادة ما يزيد الوضع سوءا لاحقا في الحالة دي المتخاذل مش هيكتفي بالتفريط في حقه ده مع الوقت هيكون خادم مطيع للعدو فلو رجعنا للسؤال هل الشخص الطموح واقعي أم حالم؟ الطموح هو شخص واقعي متفائل هو لا يتصور إن تحقيق طموحه أمر سهل متأكد من مواجهة عقبات وعارف إنه هناك احتمال إنه لا يصل طموحه بسبب هذه العقبات لكنه يرى إن السعي وراء هذا الطموح هيجعل لحياته قيمة أكبر هو متفائل إنه حتى لو لم يحقق طموحه كما في خياله فهو على الأقل هيحقق قدر معتبر من النجاح يساعد بنفسه وأهله وأمته طيب ممكن هنا نجد من يقول إننا دايما بنسمع إن أي هدف نضع لأنفسنا المفروض يكون محدد وواقعي وقابل للتحقق فلو كان الشخص حاليا لا يملك القدرات لتحقيق طموحه فهل طموحه ده واقعي؟ الفكرة هنا مش في قدرة الشخص الآن في تحقيق طموحه إحنا قلنا إن البطل بتصنعه التحديات اللي بيواجهها أثناء رحلته هو هيكتسب القدرات والمهارات بالتدريج أثناء رحلة سعيه لكن المطلوب هو إن يكون عنده هدف مرحلي وواقعي قابل للتحقق بقدراته ومهاراته ومورده الحالية يعني لو كنتموحك محتاج عشر سنوات عشان يتحقق مثلا فالمطلوب إن يكون عندك هدف مرحلي وواقعي محدد يمكن تحقيقه خلال عدة شهور والحكم هنا هيكون على الهدف المرحلي وليس على الطموح النهائي فمثلا ممكن يكون عندنا شاب شاف كمية التضييق والظلم اللي بتقوم بها الشبكات الاجتماعية الغربية علينا عشان تمنعنا من إظهار الحق في القضايا المختلفة فقرر إن طموحه هيكون بناء شبكة اجتماعية كبيرة كبديل أو منافس لهذه الشبكات الغربية هو الآن لا يملك الموارد ولا المهارات ولا المعرفة اللي تمكنه من تحقيق هذا الطموح لكن ممكن يكون هناك هدف مرحلي زي تعلم كيفية عمل هذه الشبكات وأسباب نجاحها من الكتب المتاحة زي تطوير مهارته في البرمجة أو إدارة المشروعات حسب مجاله وهكذا وطبعا يفضل لو الشاب ده بيطور مهاراته ومعرفته من خلال مجال عمله اللي بيتكسب منه لأنه ده هيساعده على الاستمرار لو عاوزين تفاصيل أكتر عن النقطة دي ممكن تراجعوا جزئية الوصفة الموسكية من حلقة البودكاست اللي عملناها عن إيلون ماسك وطريقته في تحقيق الأهداف الضخمة نقطة أخرى بتجعل الشخص الطموح واقعي حتى وإن كان طموحه يبدو غير واقعي في اللحظة الحالية هو فهم مبدأ التأثير التراكمي وده من ضمن مبادئ تحقيق الطموح اللي هنتكلم عنها في الفكرة القادمة الفكرة التالتة بعنوان مبادئ تحقيق الطموح مبادئ تحقيق الطموح هي مجموعة من المبادئ والأفكار إلا أي صاحب طموح مفروض يكون فاهمها وبيعمل بها هتلاحظ أن هناك تداخل وترابط بين هذه المبادئ والأفكار وكل منها بيخدم على الآخر فخلينا نبدأ في عرضها المبدأ الأول أخرج نفسك من المعادلة من أكثر الأمور التي لا أستسيغها في الكتب الغربية اللي بتتكلم عن الطموح ونجاح عمتا هي التركيز الشديد على أن الإنسان نظم يثق في نفسه وفي قدراته وأنه أكيد هينجح طالما عنده ثقة في نفسه وفي نجاحه احنا كنا قدمنا فيديو من فترة طويلة بعنوان تأملات عن الثقة بالنفس بنعرض فيه مجموعة من التحفزات حول المفهوم المنتشر عن الثقة بالنفس أنصح المهتمين بالموضوع الرجوع لهذا الفيديو لكن عموما خلاصة الأمر كالتالي هل من المنطقي أن الإنسان يثق في قدرته على تجاوز عقبات وتحديات هو لا يعلم عنها شيئا؟ أنت ما تعرفش حجم ونوعية العقبات والتحديات اللي هتواجهك في رحلة طموحك عشان تثق في قدرتك على تجاوزها ده شيء في علم الغيب وكمان نجاحك في أي عمل مش متوقف فقط عليك وعلى قدرتك هناك أسباب خارجية ممكن جدا تحرمك من هذا النجاح ممكن تكون مذاكر المنهج وفهمه وحفظه أكتر من الوضع المنهج نفسه لكن يوم الامتحان تصب مرض يمنعك من الدخول وترسب في الامتحان كله لما انتشر وباء الكورونا هناك من أصاب الفيروس ولم يشعر به أصلا ولا حتى ظهرت عليه أعراض وهناك من مات من الفيروس حتى وهو شاب وافر الصحة من الناس اللي ماتت دي شباب كان عندها ثقة شديدة في نفسها إنها تقدر تحقق أي شيء لذلك أسقط عن نفسك هذا الرداء الكاذب المسمى ثقة في النفس وفي النجاح ثق في قدرتك على السعي والمحاولة لأن ربنا لم يكلف نفسا إلا ورزقها الإرادة والقدرة على السعي لكن مفيش حاجة اسمها ثقة في النجاح أو ثقة في تحقيق أي نوع من النتائج الإصرار على فكرة الثقة بالنفس هيخليك تشكي في نفسك لو فشلت في أحد العقبات أو التحديات الثقة في النفس بتجعل البعض لا يقبل النصيحة ويصر على رأيه لأنه حابب ينسب النجاح لنفسه ورقاحت عقله وثقته في أفكاره وقرأه حتى وإن كانت غلط في كتاب الأنا هي العدو عرفنا أن التركيز على النفس بدلا من الهدف نفسه سلبياته أكتر بكتير من إيجابياته أنصح بشدة بمشاهدة ملخص هذا الكتاب على القناة لأنه مهم جدا لأي شخص سيحطه مهم طيب المطلوب إيه بديل الثقة بالنفس المطلوب هو أنك تخرج نفسك من المعادلة الهدف مش إثبات نفسك الهدف هو تحقيق الإنجاز أو إنجاح المشروع النافع الهدف هو تحقيق إنجاز عظيم وليس أن تصبح أنت شخص عظيم في عيون الناس التفكير بالطريقة دي هيخليك أقدر على تجاوز العقبات والتحديات اللي هتوجهك لأنها هتخليك تركز في البحث عن حل لهذه العقبات بدلا من الشك في نفسك وفي قدراتك والخوف من صورتك أمام الناس كمان هتخليك أكتر قابلية لتقبل مساعدة وراء الآخرين لأن كل ما يهمك هو نجاح المشروع أكتر من إنساب هذا النجاح لنفسك وطبعا ده يكون أسلم لإخلاصك وسلامة نيتك لو كنت ترجو رضا الله من وراء طموحك ونجاحك مرة تانية شاهد ملخص كتاب الأنا هي العدو أفكاره مهمة جدا المبدأ الثاني هو الميل للفعل وحب التعلم الفرق الأساسي بين الشخص الطموح والشخص الحالم أو الواهم هو الفعل إن كان الشخص بيقوم بقدر من الفعل والعمل لاتجاه تحقيق رغبته فهو طموح أما إن كان بيكتفي بأحلام اليقظة فهو حالم وهم شخص عنده طموح كبير وبيعمل على تحقيق هذا الطموح فعلا هو شخص أكثر واقعية بكثير من شخص تاني عنده هدف بسيط في المتناول لكنه بيكتفي بالأمان والأحلام ولا يقوم بأي فعل اتجاه تحقيق هدفه البسيط وطبعا بالإضافة للميل للفعل كمان الشخص الطموح لازم يكون محب للتعلم قلنا إن مستوى معرفتك ومهاراتك في بداية رحلة طموحك غالبا هيكون أقل من المطلوب لتحقيق هذا الطموح لكنك بتكتسب المزيد من المعرفة والمهارات في رحلتك من خلال التعلم سواء كان تعلم مقصود منك أو تعلم بالتجربة وكل ما كنت شخص محب للتعلم أكتر كل ما فرصتك في تحقيق طموحك هتزيد وكل ما قل الوقت المطلوب لتحقيق هذا الطموح طبعا إحنا هنا نقصد التعلم فيما يخدم طموحك مش مجرد الشتات المعرفة وإشباع الفضول اللي عادة بيكتفي بالأمور السطحية من كل علم ولا يتعمق فيه لأن سرعان ما يمل لصحبه وينتقل لتعلم شيء جديد لازم يكون الجزء الأكبر من تعلمك فيما يخدم طموحك ممكن يكون هناك جزء من وقتك لاستكشاف أمور أخرى متنوعة غير مرتبطة بطموحك بشكل مباشر لكن ده يكون بقدر محدود الشتات المعرفة بيقلل من ثمر تعلمك وإحنا عوزين تعلم مثمر التعلم المثمر هو اللي بينتج عنه فعل حقيقي يقربك من تحقيق طموحك وعشان كده دمجنا هنا بين الميل للفعل وحب التعلم لأن الفعل الصحيح هو ثمرة التعلم النافق المبدأ الثالث القدرة على التعامل مع الفشل والتعلم منه إنك تكون بتسعى وراء طموح ده معناه إنك بتسعى لتحقيق شيء صعب شيء هو خارج نطاق قدراتك ومعرفتك الحالية وبما إنه شيء صعب فده معناه إنك هتتعرض لعقبات وإحباطات وفشل أحيانا فلو كنت شخص بيحبط بسهولة مع أي فشل فده معناه إن فرصة تحقيق للطموح ضعيفة كشخص طموح مطلوب منك أمرين الأول هو إنك تفهم إنه لا مفر من بعض المحاولات الفشلة فتقبل هذا ولا تجعله سبب للتخلي عن طموحك وإن كان الفشل ده ممكن يقودك لبعض التغيير في طموحك وده يقودنا للأمر الثاني هو إنك تحرس على التعلم من هذا الفشل بدل من تضيع وقتك وجهدك في جلد الذات أو الشك في نفسك من أساسيات مهارة التعلم من الفشل هو إنك تعرف تحدد نوع الفشل هل هو فشل في تحديد الهدف وبالتالي يزم إنك تقوم بالتعديل على هذا الهدف أم هو فشل في تحديد الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف بمعنى إنه فشل في التخطيط وبالتالي تقوم بعمل خطة جديدة أم هو خطأ في تطبيق الخطة بمعنى إنه فشل في التنفيذ وده يستلزم استكشاف السبب هل هو بسبب توقعات خاطئة عن مستوى مهرتك أو مستوى إنتاجيتك أو بسبب عدم تقديرك لحجم التحدي الحقيقي اللي بتوجهه معرفتك لنوع الفشل هيساعدك على التعلم منه والتعلم من الفشل هو ضمان لعدم تكراره في مقولة شهيرة بتقول إن الفشل بيمنحك فرصة البدء مجددا وأنت أكثر ذكاء لكنك طبعا لن تصبح أكثر ذكاء إلا إذا تعلمت من تجربتك الفاشلة وإلا فهناك مقولة أخرى بتقول إن الحماقة هي تكرار نفس الفعل مع توقع نتائج مختلفة وكأن الفرق بين الذكاء والحماقة هو مدى قدرتك على التعلم من الفشل فالخلاصة توقع إن هناك هيكون فشل ده أمر وارد لا يدعو للإحباط أو اليأس أنظر للفشل على إنه جزء أو مرحلة طبيعية من رحلة التعلم حدد نوع الفشل اللي تعرضتله وحدد إيه اللي ممكن تعمله حتى لا تكرر نفس الفشل مرة أخرى وبكده هتقدر تطور مستوى معرفتك ومهاراتك وتصبح أقدر على تحقيق طموحك المبدأ الرابع تجنب الأعذار وعدم انتظار الظروف المثالية الشخص الطموح ليس بالشخص كثير الأعذار ما ينفعش يكون شخصي بيتعلل بكل عقبة وجهه سواء كانت عقب حقيقية أو وهمية عشان يحبط نفسه ينسحب وتوقف عن العمل أو حتى يوجله طموحك داشي إنت اخترته لنفسك لما يفرضه عليك أحد فانت بأعذارك المتكررة دي بتحاول تبرر لمين رغبتك في الانسحاب أو التوقف هل بتحاول تبرر لنفسك عشان تخاتعها وتتخلص من أي شعور بالتقصير في الحالة دي انت محتاج تفهم أن أكبر العقبات اللي هتوجهك في رحلة تحقيق طموحك هي النفس الراغبة في الراحة والهروب والنفس دي بتجد في الأعذار وسيلة سهلة لتحقيق ذلك الشخص الطموح المتفائل الواقعي فاهم أن طريق تحقيق الطموح لن يكون مفروش بالورود بل وهيكون هناك حصى وأشواك فما فيش معنى من أخذ هذه العقبات كأعذار ومبررات للتوقف وكأنها كانت شيء غير متوقع قلنا أن الشخص الطموح عنده ميل نحو الفعل وبالتالي لما تعجهك مشكلة المفروض تفكيرك يكون مركز على كيفية حل المشكلة وتخطيها وليس التعلل بالمشكلة للتوقف أو تأجيل العمل من أشهر الأعذار اللي بتعلل بها الكثير منه هي انتظار الظروف المواتية إحنا بنقول الظروف المواتية لكننا فعليا بنقصد الظروف المثالية لو وجدت نفسك بتأجل العمل على هدف معين انتظارا للظروف المواتية اسأل نفسك هل فعلا مفيش أي شيء ممكن تعمله في ظروفك الحالية يقربك من هدفك ولو بقدر بسيط في 99% من الحالات هيكون هناك أشياء ممكن عملها أيا كانت الظروف مش شرط تكون أفعال كبيرة لكن هيظل هناك أمور تنقلك من مرحلة الانتظار لمرحلة العمل على تحقيق الهدف حتى لو كان معادل العمل ده بطيء أو ضعيف تذكر ان العمل هو اللي بينقل الهدف من خانة الحلم أو الوهم لخانة الطموح طبعا مهم نذكر هنا ان فعلا أحيانا بيكون هناك داعي حقيقي لتأجيل العمل على طموحك زي ان يكون هناك أولوية في فترة زمنية معينة لأسرتك أو صحتك وقتها ممكن تؤخر أو تبطئ من العمل على طموحك لبعض الوقت حقوق أهلك وأبنائك لا يعوضها أي طموح وتجاهلك لصحة جسدك أكتر من اللازم هيسلب منك القدرة على العمل من الأساس أظن ان ده أمور المفروض تكون واضحة حتى لو لم ننبه إليها المبدأ الخامس امتلاق قدر مقبول من الشجاعة والمخاطرة المحسوبة بعض الناس بيتخيل أنه ممكن يحقق نجاحات عظيمة في حياته بدون ما ياخد أي قرار صعب بدون ما يقدم على أي عمل فيه قدر من المخاطرة حتى لو كانت مخاطرة محسوبة الصياد اللي واقف على الشط صعب يصطاد غنيمة أكبر من الصياد اللي دخل بمركبه في عمق البحر اللي بتوفيق ربنا طبعا لكن لو بنتكلم بمنطق الأسباب اللي ربنا أمرنا بالأخذ به الصياد اللي بيدخل في عمق البحر فرصته أفضل في تحصيل غنيمة أكبر لكن طبعا ده فيه مخاطرة أكبر من الصياد اللي واقف على الشط مش مطلوب تلقي بنفسك في التهلكة مش مطلوب تخاطر مخاطرة لو فشلت فيها تخسر كل شيء حتى قدرتك على المحاولة مرة تانية لكن في نفس الوقت لا تتوقع أنك هتحقق نجاح كبير وانت دايما بتختار الطريق الآمن تماما وانت قابع في منطقة راحتك ومش عاوز تخرج منها صعب تجد قصة نجاح لشخص لم يخاطر بشكل ما أو لم يتخذ قرار مصيري صعب المخاطرة ممكن تكون بأنك تختار تخصص غير شائع أو صعب لأنك شايف أنه تخصص هيساعدك في تحقيق طموحك المخاطرة ممكن تكون بأنك بتترك وظيفتك لفترة زمنية محددة تجرب فيها شيء جديد ولو فشلت تبقى ترجع تاني ده لو كان في مقدورك أنك تخسر راتب عدة شهور بدون ما تبيع عفش بيتك أو تدخل للسجن بسبب ديونك يعني المخاطرة ممكن تكون في أنك تنفق جزء كبير من مدخراتك في صناعة منتج أنت بتطمح أنه يحقق نجاح كبير صحيح ممكن تفشل وتخسر بعض مدخراتك لكن كمان ممكن تنجح وتحقق نجاح كبير وعوائد تكون أضعاف أضعاف ما أنفقته من مدخراتك وارد أن مخاطرتك أو تجربتك تفشل وتخسر مال أو وقت وإن كان الأكيد أنك دايما هتكتسب خبرة عملية من التجربة بعض الناس اللي سنحاله بيقولك قولي فكرة مشروع نجاحه مضمون وما يكلفش كتير ويريد كمان ما يكونش متعب ومحتاج جهد كبير طيب يعني لو أنا أعرف فكرة المشروع ده هقولها لك أنت بالذات ليه يعني لو ما كنتش ابني مفيش أي سبب تاني يخليني أفضلك على نفسي مفيش حاجة مضمونة بنسبة 100% لو بتتجنب كل مخاطرة فده معناه برضو أنك بتتجنب الكثير من الفرص الكبرى في حياتك الشعر لم يخطئ تماما لما قال ويفوز بالذات كل مغامر ويموت بالحصارات كل جباني تحذير الوحيد هو أنك ما تخطرش المخاطرة اللي لو فشلت فيها تفقد قدرتك على المحاولة مرة أخرى مستقبلا المخاطرة اللي ممكن تخسرك كل شيء وطبعا ما تخطرش أي مخاطرة بدون ما تكون هناك فرصة معتبرة للنجاح ودايما قبل ما تقدم على أي مخاطرة حضر خطة بديلة في حالة الفشل المبدأ السادس استغلال التأثير التراكمي من الأمور المهمة تفهمها واللي هتساعدك تصبر أكتر على تحقيق طموحك هي فكرة التأثير التراكمي سمعت قبل كده جملة أول مليون هو أصعب مليون ممكن شخص يحتاج عشر سنوات أو أكتر عشان يصنع أول مليون من ثروته لكن بعد كده ولينه أصبح معاه مليون يقدر يستثمره ويتاجر به صناعة الثاني مليون بتكون أسهل وثالث مليون أسهل وأسهل لدرجة أنه ممكن لاحقا يكون قادر على صناعة المليون ده في شهر واحد أو أقل رغم أن أول مليون يحتاج منه عشر سنوات أو أكتر النتائج اللي تحصل عليها مش مرتبطة ارتباط خطي بالمجهود اللي بتبذله في بداية رحلتك النتائج هتكون ضعيفة شوية لكنها بتزيد مع زيادة مواردك سواء كانت الموارد دي مال أو علم أو خبرة عملية وبالتالي توقع في بداية رحلتك أن الأمور هتكون صعبة ومحتاجة شوية صبر وغالبا هتحس نفسك بعيد عن طموحك لكن تذكر أن أنت مش هتفضل ماشي بنفس السرعة سرعتك هتزيد مع مرور الوقت وزيادة مواردك ممكن النصف الأول من رحلتك يستغرق سنوات لكن النصف الثاني يتم في شهور فخليك متفائل وصبر شوية طبعا عشان التأثير التراكمي ده يحدث أنت محتاج تكون مركز على مصار واحد لأطول فترة ممكنة القفز المستمر بين الأهداف ومصارات التعلم هيحرمك من هذا التأثير التراكمي لأنك ببساطة لا تعطي فرصة للنتائج أنها تتراكم وتكبر لو مش مقتنع بهذا الكلام أنصحك تشاهد حلقة كتاب الشيء الوحيد The One Thing لأنها بتشرح الموضوع ده بالتفصيل مع كثير من الأمثل دول كانوا ست مبادئ وأفكار فهمهم والعمل بيهم هيساعدك بعد توفيق ربنا طبعا أنك تحقق طموحك في الحياة الفكرة الرابعة معنا بعنوان عن طموح الثراء والشهرة نجاحك في تحقيق طموحك قد يأتي معاه ثروة أو شهرة أو الاثنين مع بعض لكن ما ينفعش يكون هدفك من الأساس هو تحقيق الثروة والشهرة الثروة والشهرة ممكن يكونوا وسيلة لتحقيق طموح أكبر لكن ما ينفعش هما نفسهم يكونوا طموح أو هدف لو طموحك هو الثروة والشهرة مش هتهتم بالوسيلة لتحقق بها هذا الطموح وده ممكن يكون معناه أنك هتبحث عن أسرع الوسائل مهما أحض بها من شبهات وأين كان أثرها عن مجتمع وده غالبين هيوقعك في وسائل محرمة أو وسائل بتنشر التفاهة اللي هي غالبا محرمة برضه وده لأن الوسائل دي أسرع في تحقيق الثروة والشهرة من معظم الوسائل النافعة اللي محتاجة كثير من التعلم وبذل الوقت والجهد ده بالنسبة للوضع الثروة والشهرة كهدف أو طموح لكن حتى استخدامهم كوسيلة يجب أن يكون بحذر بعض الناس ممكن يقول أنا بسعى أني أكون من الأثرياء مش عشان نفسي لا سمح الله ولكن عشان أساعد بمالي الفقراء وأصرف المال ده في وجوه الخير أو أنه بيسعى أن يكون مشهور عشان يدعو الناس لفعل الخير مثلا طريقة التفكير دي فيها مشكلة وهي أنك بكده قيدت تحقيق هدفك وطموحك بوسيلة واحدة صعبة تحقيقها في حين أنت ممكن تحققه بوسائل أخر أسهل فمثلا لو كان هدفك الحقيقي هو مساعدة الفقراء فعلا فهناك شباب أسسوا جمعيات خيرية من خلالها جامعوا وأنفقوا عشرات الملايين ويمكن أكتر في أوجه الخير ومساعدة الفقراء الشباب دول لو كانوا قالوا إحنا هننتظر لما نفسنا نبقى أثرياء وبعدين نساعدوا الفقراء كانوا يحرموا أنفسهم والفقراء من الكثير من الخير بدون داعي وغالبا من خلال جماعاتهم الخيرية هيقدروا يساعدوا عدد أكبر بكتير من لو كانوا هم أنفسهم أثرياء وبعدين خلي بالك هنا من مخدأة نفسك لو أنت هدفك مساعدة الفقراء بثروتك فعلا فالمفروض بوادر دا تكون واضحة عندك من الآن لو لم تنفق من مالك القليل فلا تتوقع أنك هتنفق من مالك الكثير في الواقع ممكن الانفاق من مالك القليل يكون أجره أكبر عند ربنا وده بنص الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم سبق درهم مائة ألف درهم قالوا وكيف؟ قال كان لرجل درهمان تصدق بأحدهما وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه مائة ألف درهم فتصدق بها يعني الرجل كان كل اللي معه درهمين فتصدق بنصف ماله القليل اللي هو درهم واحد الرجل دا أجره أكبر عند ربنا من أجر شخص آخر يملك الكثير جدا من المال بحيث أنه لو تصدق بمائة ألف درهم لا يؤثر ذلك على ثراءه كذلك بالنسبة للشهرة لو لم تسعى للإصلاح في دائرة تأثيرك الصغيرة فلا تتوقع أنك لما تكتسب الشهرة هتقدر تستخدمها في الإصلاح بين جموع الناس الشهرة ممكن تستعبدك حبك للشهرة ممكن يجعلك أسير رضى الناس عنك واهتمامهم بيك ويخليك تعمل أي شيء للحفاظ على هذه الشهرة حتى لو كان الشيء ده محرم أو تافه حب الشهرة ممكن يخليك تكره أهل الخير والعمل النافع إذا كانوا أكثر شهرة منك ويخلي في بينكم منافسة تحكمها لأهواء الشخصية بدلا من رضى الله ومنفعة الناس الإنسان محتق قدر كبير من العلم وتهذيب النفس حتى يستطيع التعامل مع الثراء والشهرة بحكمة ويكون قادر يستخدمهم في الإصلاح بدون ما يعرض نفسه للفتنة عشان كده بنحذر من فكرة وضع الثروة أو الشهرة كطموح حتى وإن كانت النية من وراء هذا الطموح نية طيب في نهاية الفيديو بذكركم بأن هناك مجموعة فيديوهات أخرى مرتبط ارتباط وثيق بحلقة اليوم منها حلقة معرفة هدفك في الحياة وحلقة الأنا هي العدو وحلقة الشيء الوحيد وكمان حلقة كيف تفشل لتنجح أسأل الله إن حلقة اليوم تساعد من شهادها أو استمع إليها في تحقيق طموحه إن كان بالشخص الطموح أو تساعده إن يغير نظرته لرسالته في الحياة وتدفعه إن يكون شخص طموح يفيد أمته وأهله ونفسه طبعا سبحانك اللهم وبحمدك أشان الله إله إلا أنت أستغفرك وأعتوب إليك إلى دقاء قريب بإذن الله السلام عليكم